صورة كلنا حفظينها ومش عارفين قيمتها ومش عارفين بركتها ولا فضلها احنا حملين كنز من الكنوز وسبحان الله مش مقدرين قيمته تخيلي لو عندك اي تعب او اي قلم او اي ضيق وقرأتي الصورة دي على كباية مية ويشربتيها ربنا هيش فيك باذن الله بس على فكرة بشروط ايه هي الشروط دي تكون بيقين بيقين في الله ومخلصة نية لله وصادقة واهم حاجة طبعا ان احنا نكون بنقدي فرائد ربنا علينا صورة كلنا حفظينها فعلا عن ظهر قلب كل واحد فينا مهما كان عمله لازم يقرأها قبل بداية اي عمل يعمله قبل اي حاجة نعملها لازم نقرأها اول ما نقوم الصبح نقرأها في بداية لو انا طالب بداية مذاكر اقرأها لو انا بشتغل في شغل مهم اقرأها هحكم بين الناس اقرأها لازم 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 علينا قرأتها قبل كل حاجة لو قرينا الصورة دي على كباية مية وشربناها لو عندك قلق هيروح لو عندك تعب هيروح لو رايحة امتحان ربنا هيفتح ابواب النجاح في وشك لو في موضوع بتفكري فيه وعايزة تاخدي رأي فيه تقريها لو لو عايزة تحكمي في امرين تشربيها في كباية مية وتقرأيها ربنا يفتح لك الابواب المغلقة ايه هي الصورة دي؟ صورة الفاتحة دي نقرأها على كباية مية ونشربها لو فيك قلم او فيك اي حاجة متعبة ان شاء الله تشفى باذن الله تقرأي الفاتحة سبع مرات على كباية مية وتشربيها لو فيه قلم في جسمك او في اي مكان من جسمك تحطي ايدك على المكان وتقرأيها سبع مرات والله كنز من الكنوز وقلولي في التعليقات ايه النتيجة معاكم واي حد عنده اصرار لصورة الفاتحة قلولي في التعليقات بركتها واصرارها كل حاجة قلولي ونتعرف مع بعض ونتعلم مع بعض